أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا دين الحق أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعض نواصل في هذه الحلقة ما توقفنا عنده في الحلقة السابقة وهي مسألة حج بفئة من الناس عن الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الناس بتسترشد بهذه الآية على أن الفريق الآخر يرى الله هذه لا علاقة لها بتلك نهائي إنما الآية توقيع لقول الحق تبارك وتعالى افتح كده سورة آل عمران وتعلم آيات التوصيف والتوقيع يعني إذا تعلمت النقطة دي هترتاح في أموه كتب جدا في كتاب الله تبارك وتعالى الآية 77 من سورة آل عمران إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فالحجاب أو الحجب ألا ينظر الله الله إليهم مش العكس يعني حجبهم عن الله تبارك وتعالى لا يؤيد أن الطرف الفريق الآخر يرى الله الحج بمعنى أن الله لا ينظر إلى هذه الفئة ولا يكلمها في الوقت الذي ينظر هو ويكلم الفئة الأخرى ومن ثم فشتان بين أهل الجنة وأهل النار آدي مراد الآية سبعة وسبعين من سورة العمران وآية سورة المطففين هي خمستاشر تقريبا خمستاشر المطففين شوف إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة الخلاق اللي هو إيه؟ النصيب أو القدر يعني لا نصيب لهم في الآخرة طبعا بلازم مؤدى الكلمة أن دول ما لهم شي نصيب لا في رحمة الله تبارك وتعالى ولا في الجنة ولا في أي شيء يكون فيه خير يوم القيامة الخير يوم القيامة تلخص فيه رحمة الله تبارك وتعالى أن نكون بإذن الله من أهل الجنة أن نكون في درجة من درجات الجنة التي طليق بعملك ولذلك المقام يوم القيامة أحد مقامين لا ثالثة لهم وعشان كده حتة خروج من النار ودخول الجنة ده وهم الناس عايشة عليه والإسرائيليات لعبتها لك علشان تخليك تطمن فتسيب العمل أنا كنت أناقش أحدهم فقال لي ما إحنا في النهاية هنخش الجنة حتى لو تعذبنا شوي بمنتهى البساط يتكلم عن عذاب الآخرة في النار على إنه شيء بسيط يعني شيء يسير جدا إحنا في النهاية هنخش الجنة المفهوم ده مش موجود في القرآن خالص المفهوم ده موجود في بعض الأحاديث بصناعة إسرائيلية بنسبة مليون في المية بإتقان وللأسف بعض الناس شربته وخلاص هو معتقد كده شوف يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فين الفريق الثالث برضو على فكرة أنا بقولك الآيات دي مش بتكلم في حكاية الخروج من النار أنا برضو في رؤية الله يا ما تقال بقى على تبيض وجوه دي بقى في رؤية الله بقى خش وقرف الكتب بقى كلام ما أنزل الله بي من سلطان الشاهد في الآية إيه؟ إن الناس يوم القيامة فريقين فأما من أوتي كتابه بيمينه وشماله الثالثة مش موجود ما فيش اللون الرماضي ده ما فيش الفريق الثالث ده فريق في الجنة وفريق في السعيد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما من أوتي كتابه بيمينه أو وأما من أوتي كتابه بشماله فين الثالث؟ فين الصنف الثالث ده؟ وحدث ولا حردش اللي هما قالينه على الأعراف والناس اللي على الأعراف والناس اللي هما استوت حسناتهم بسيئاته؟ ما عرفش بيجيبه الكلام ده منين أصلا؟ أصلا أنا ما عرفش يعني يقولك إيه؟ بملء فيه كده الحديث بيتكلم بالثقة دي أولئك الذين استوت حسناتهم بسيئاته إذا كان هو ألف أما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه فين بقى اللي استوت؟ وكأن إحنا عندنا كتاب تاني يعني كأن فيه كتاب سري أنزله الله على رسول يتكلم منه هو وفيه كتاب لي نحن بقى وبعدين إحنا مطالب إن إحنا نتسئل على الكتاب التاني ده يا جماعة مفيش كده مفيش كده والله يعني فتش في القرآن كله لو لقيت الفريق التالت ده مش هتلاقيه وإحنا على فكرة عاملين حلقة عن كده أو يمكن حلقتين بس معرفش حندركها في المجموعة اللي إحنا بنصورها دي ولا لأ فمسألة كلا إنهم عن ربهم يومئذ اللي محجوبون دي إيه؟ اللي هي لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ليه؟ لأن لا خلاق لهم في الآخرة إرى الآية تاني كده إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ومناطل لا خلاق دي إيه بقى؟ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم في حين مثلاً إن نشوف كلام أهل الجنة جوة الجنة وأنا تمني بقول بذكرك بالآية دي الحمد لله الذي هدانا لهذا عشان ما أوعى تفتكر إن طالما أنت بتصلي أو بتصوم أو كذا يبقى أنت كده إيه؟ أوعى تيجي رجلك تحت باندي إيه؟ ما ندخل شوية وخارج أوعى تتطمن أنت فاكر زمان لما اعترضنا على إيه؟ إن في بعض أهل علم النفس من أساتذتنا يقول لك إيه؟ النفس اللوامة والنفس الأمارة والنفس المطمئنة إحنا قلنا خدوا بالكو إن النفس المطمئنة ليست من تقسيمات النفس إنما من نتائج النفس النفس المطمئنة دي لو أنت درست وفهمت يعني إيه؟ لسان عربي يعني إيه لسان القرآن يعني إيه كلمة نفسي يعني إيه لوامة يعني إيه أمارة يعني إيه مطمئنة تفهم إن لو قالت القرآن بالتدبر الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به تعرف إن النفس المطمئنة نتيجة للنفس اللوامة ولا يمكن تبقى تأسيمة من التأسيمات النفس على إطلاقها من الله تبارك وتعالى وما أبرئ نفسي إن نفسي لأمارة بالسوء لكن المولى أيت كلامها وقال إيه إن النفس لأمارة بالسوء النفس إطلاقا النفس على إطلاقها أمارة بالسوء اللي ربنا بيرضى عليه تتحول هذه النفس الأمارة بكثير طاعات الله إلى نفس لوامة تلوم صاحبها لتعيده إلى الحق باستمرار دي اسمها نفس إيه؟ لوامة النفس على إطلاقها أمارة أقسم الله تبارك وتعالى بالنفس اللوامة لأنها نفس يحبها الله تبارك وتعالى طيب النفس المطمئنة اقرأ الآية وانت تفهم يعني إيه؟ لو قال لها يا أيتها النفس المطمئنة اعملي كذا كتب تبقى تأسيمة من تأسيمات النفس في الدنيا إنما قال إيه؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك فدي جملة يطلقها الله تبارك وتعالى بعد أن يرى الإنسان ملائكة الموت وفي هذه اللحظة وعليها يبكي العارفون ساعة ما يشوف ملائكة الموت يعني أصبح لا رزق ولا عمل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أنا شاهدي بأن النفس المطمئنة هي نتيجة لما تقوم به النفس اللوامة فأنا أرى أن النفس المطمئنة هي هي النفس اللوامة لكن ساعة الموت ساعة الموت صاحب النفس اللوامة يطمئن يطمئن إمتى؟ ساعة يقول له الله تبارك وتعالى أو ملائكة على احتلاف بقى التفاسيل فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضي أنا هكتب حاجة دلوقتي علشان نفتكر نعملها لكم في حلقة لأن عليها مشكلة جامدة اللي هي مسألة إيه؟ يقول لك في قول الحق تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وينطلق بقى يطلق النفس في مسألة رضايا أنا عن الله إن أنا أرضى عن الله والله لا وجهة لذلك إنما الآية تتكلم في موضوع تاني يعني يعني خلينا نعملها في حلقة عشان بس ما نخرجش برا النقطة اللي بنتكلم فيها فراضية مرضية دي برضو عليها يبكي العارف العارف للنقطة دي إن شاء الله نعمل لها حلقة كاملة يشاهد في كلامي إن في كلمات كتير في القرآن أنت مش ملم بيها مش ملم بمعناها وبتقول فيها ألفاز لا تليق بالله يعني كني أنا أرضى عن الله أو لا أرضى إن شاء الله مرضيت يعني إيه القصة يعني إيه حكاية الرضا عن الله دي أنتوا فهمينها إزاي برضو يقول لك هؤلاء الآية هي افهم يا عم الآية افهم الآية الوجه الله قبل ما تتكلم وتطلق العنان لألفاز لا تليق بالله المهم الفريق الثالث مش موجود دي نمرة واحد النفس المطمئنة مطمئنت إلا ساعة الموت ليه على فكرة لو إحنا بنرى القرآن بالطريقة اللي دايما بنقول لكم عليها ما نتعبش التعب ده في نفس صورة الفجر في نفس الصورة بتاعت يا أياتها النفس المطمئنة إلا حطوها تأسيمة من تأسيمات النفس بيقول فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما ويركن على كده يطمئن يعني وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا يطمئن على كده برضو قال له إيه قال للتنين إيه كلا لا الكلام ده صح ولا الكلام ده صح يعني الغني يختر بغناء فأما الإنسان إذا ما بتلاه الله إذن ما سيحدث الآن في الآية هو ابتلاء فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما ويركن على كده يطمئن ضضاع وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه ديء عليه يقول ربي أهانا حيحسبني على إيه يبقى كلا كلمة زجر ورضع للفريقين لا الغنى دليل الكرم ولا الفقر دليل الإهانة طب كلا دي هي دي الحال يعني واحد يقول لي طب أنا فهمت إيه من كلا يعني لا الكلام ده منضبط ولا الكلام ده منضبط ده سيحاسب على ابتلاءه وده سيحاسب على ابتلاءه طب حل القضية دي فيه إن أكرمكم عند الله أتقاك اللي عمل بالتقوى ساعة أغناه الله أو أفقره الله ده يتقي وده يتقي لو ده اتقى فهو في الجنة رغم غناه ولو ده اتقى فهو في الجنة رغم فقره كلا هي اللي حلت المسألة كلا نقل في سورة الفجر على موضوع تاني لكن كلا هي فيها الإجابة في سورة الفجر لا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ يعني إيه؟ إِنَّ أَتْقَنْ إِنَّ أَكْرَمِ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اتْقَى اللَّهِ دون ذكر للحالة غنى وَسَطٌ بَيْنَ هَذَا وَذَا نحن دعوة إذن التقوى ولذلك ولباس ولباس التقوى ذلك خير ففي سورة الفجر جاب القضيتين وقال يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ إِيَّاكَ أَنْ تَظُنُّ أنه دي تأسيمة لأن اللي اتطمّن لغناه ضاع واللي اتطمّن على فأره ضاع شوف بقى بيقول إيه يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضية مرضية راضية بالنتيجة التي وصل إليها صاحبها راضية بعطاء الله مش عن الله راضية بعطاء الله راضية عن جزاء الله أدي رضي الله عنهم ورضوا عنه عن الجزاء هناك هنبقى ناخد الشاهد في كلامي فادخلي في عبادي شوف ياء الانتساب دي وادخلي جنتي يبقى النفس نفس المطمئنة الراضية المرضية دي ما طمئنت إلا لخظة الموت ومن ثم فالأمور إنك تخدها وأنت تتكلم عن الله تبارك وتعالى بملء السعة كده كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون خلاص يبقى الفريق الثاني سيرى الله من أنك هذا لا يؤدى ودليل الآية دي لا يكلمهم الله ولا ينظروا هذا الحجب طيب آخر ما نقوله في مسألة رؤية الله فكروا جيدا في أنكم تتكلمون عن الإله الحق الذي هو أكبر من أن تعيشه في خيالك ما تخيل مثلا لو رؤية اللذي كانت حقيقة وإنت لسه ما تعرفوش طيب وإنت بتتخيل الله عايش إيه بقى أوعة تقول لي بقى دأنه شعره طيب يدي الله شكلها إيه تبساق الله اللي أنت اعتبرتها يعني تلاقي نفسك لو فكرت في الكلام ده بتتراجع للحق أنت تخيل أنك تستطيع إدراك الله أنا قلت لك خليك في الآية إدراك قوما آخر بإيه باللحاق لكن من رأى أحد أحدا لابد وأن أدركه ويرجع بقى عن التفسير ده ويرجع عن المضمون ده مهما تقول لي مين من اللي شرح مهما تقول لي مين اللي آن فلا يوجد في العلماء أو من بين العلماء أبدا من هو أكبر من النص القرآن ولا أكبر من العودة إلى الله تبارك وتعالى والرجوع إلى الحق إن الله تبارك وتعالى أكبر من أن يتصور وبرضه مش من باب إن أنا بكرر الكلام يعني خدوا بالكو لو الرؤية لها محل من الإعراب لطلبها إبراهيم وهو يبحث عن الله قبل حتى ما يبقى نبي أو رسول لكن ما حصلش وما طلبها موسى إلا طمعا في رحمة الله تبارك وتعالى وأخذ القضية بتاعت إبراهيم وموسى ودايما قارن بين الاتنين أستطيع بذلك أن أقول أننا إذا قلنا بذلك قد عدنا إلى الحق وقد رجعنا إلى الحق وقد بيّننا الحق ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ما أخطأنا فيه إذ قلنا برؤية الله قبل ذلك أو باحتمال رؤية الله حتى إحنا برضو كنا يعني بنتكلم في احتمال رؤية الله تبارك وتعالى لأن أظن يعني أن ما فيش حد عائل في الأمور اللي فيها خلاف أو الأمور الخلافية يستطيع أن يقطع لكن أن نقطع بعدم رؤية الله فمن القرآن وبكتاب الله وبالقرآن أسأل الله تبارك وتعالى أن يجلي لنا دائما كل الحقائق حتى نصل إلى ما نريده أو ما يجب أن نكون عليه في كل القضايا التي نتعرض إليها فيما تبقى من الحلقة أبدأ موضوع في الحقيقة برضو سيصنع نفس اللغط وسيصنع نفس المناقشات للأسف يعني وهو موضوع العين والحسد موضوع العين والحسد ده موضوع يحتاج إلى تدبر من نوع خاص ووعي من نوع أخاص الحسد أنزله الله وأورده قرآنه مسألة العين لا محل لها من الإعراب إطلاقا بس فيها أحاديث وأنا شوف سأعرض للأمر بما أتانا الله من علم وسأعرض بطريقة كلها الحذر حتى لا أسمعكم ما في كتب الحديث أو كل كتب الحديث أو بعض كتب السيرة كمان لكن إذا حصلت مناقشات ومغالطات سأضطر وحينما أضطر ستقرؤون في الكتب كلام يعني أن تبقى هذه الكتب في المكتبة الإسلامية عار على كل مسلم بس أنا مش هعرض يعني أنا سأتكلم بوجه عام القرآن ما تكلم عن العين التي تقوم بحسد تكلم بها الحديث والحديث قال العين حق والله الذي لا إله غيره لو إنها حق لا تكلم عنها القرآن دي نمرت واحد نمرت اتنين الحسد يؤدي ما تؤديه العين طب هم عملوا ليه حديث العين دي لأن المسألة تتلخص إن هؤلاء صناع الأحاديث ووضعها عايزين يسيبوك القرآن وعايزين يكبرو لك المسائل ويخرجوك بر الدين بأي وسيلة كانت فتسمع في الحديث العين حق طب يعني هل نسيها الله تبارك وتعالى أن تكون في القرآن أم جاءت في القرآن ونحن لا نعلم اللي عنده آية بتتكلم في العين يقول لنا العين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر إيه رأيك في الكلام ده طب ما هو الرجل ذكر أو أنسى مخلوق للقبر والجمل مخلوق للقدر هو الجمل ممنوع زبحه ولما يتعاين يعني بنسبحه أو بندخله للقدر ده انت حتى كلامك لما تحب تجذب خليك بس يعني واعي شوية العين أدخلت الجمل القدر إزاي يعني الجمل مات وإحنا بنكل الميتة يعني ولا إيه مش فاهم هنا برضو يعني الكلام انتوا بتقولوه في الحديث أنا عارف طبعا اللي بيقوله الحديث ظل ما بيفكروش أصلا يعني العين أدخلت الرجل القبر طب ما هو الرجل المخلوق للقبر انتقرت القرآن ده الموت خلقه الله قبل الحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم فدخول الرجل للقبر ده شيء طبيعي طيب والجمل الجمل خلقه الله ليصبح وليدخل القدر إيه العين هنا عملت إيه لا تفهم طيب خد بالك من نقطة دي كده عشان نقفل الحلقة دي وبعدين نكمل الحلقة الجاي الحسد أنزله الله قرآن العين بالأحاديث اللي هو ده كلام ملوش أي معنى أصلا طب الكفيف يحسد ولا لا يحسد من كف الله بصرة أعانهم الله جميعا نحن نقول عنا وعنهم الحمد لله لكن صاحب البصر المكفوف يحسد أم لا هل الحسد يتم بالعين فقط هنا قد تتضح الحقائق العين مضمونها إيه في الأحاديث الحسد طب ما هو الحسد أنزله الله القرآن طب ما تلغي دي بق ما تخلك في الحسد وهل الحسد الذي أقره الله تبارك وتعالى بالعين أم بالوعي يعني بالعين ولا بالإدراك بالرؤية ولا بالإدراك الكفيف قد يكون هو أولى من غيره بالحسد وهو لا يرى لا يعاين أصلا الشاهد في كلامي لا تتكلموا لا عن الله ولا عن رسول الله بعيدا عن القرآن فالقرآن هو الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى وسيحاسبن به وعليه آهن ثم آهن لو فكرت الأمة أحاديث العين سأعرض لها بحذر إن شاء الله ولا أتمنى أن أقرأ لكم ما في الكتب عنها إنما الحسد أنزله الله قرآن وهو واقع لكنه هل يحدث بالعين فقط أم بالعين والإدراك نؤجل الكلام إلى الحلقة القادمة إن شاء الله وحتى ذلك الحين أستوضعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذي يوقيم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ترجمة نانسي قنقر